تتويجاً لالتزامهما المميز بالأبحاثية الطبية ومشاركتهم غير المسبوقة في مجال الصحة العامة العالمية العالمة المجاركة كاتالينا كاريكو والبحث الأمريكي البارز درويسمان يفوزان بشائزة نوبل للطب والبالغة قيمتها نحو مليون دولار تويج الثنائية تحديداً لمساهمتهم الكبيرة في تطوير لقاحة MRNA وقد مهد عملهم المبتكر الذي ركز على تعديل قواعد أنيوكليوسيد الطريقة لتطوير لقاحات MRNA ذاتي الفعاليكات الملحوظة في مكافحة كوفيدا-19 اليوم هو يوم عظيم للصحة، يوم عظيم للعلم، ويوم عظيم لللقاحات أقدم التهاني للدكتورة كاتالين كاريكو والدكتور درويسمان لقد فاز بالجائزة لعملهما في تطوير التكنولوجيا التي أدت إلى لقاحات ضد كوفيد-19 وكما فعلوا بالنسبة للعديد من الأمراض الأخرى، لعبت اللقاحات الآمنة والفعالة ضد كوفيد-19 دوراً حيوياً في السيطرة على الوباء الزميلان الفائزان كان قد التقيا صدفة في طابور أمام آلة لنسخ الورق وهناك بدأت دردشتهما حول الحمض النووية وسرعان ما ستمهد هذه الدردشة الطريقة أمام تطوير لقاحات خلال مرحلتنا شكلت أحد أكبر التهديدات على صحة الإنسان في العصر الحديث وهي مرحلة أزمة كوفيد-19 بالطبع التقينا عام 1997 عند آلة النسخ كما كان الحال بالنسبة للإنترنت لكن كما تعلمون كان يعمل دروح على الحمض النووي الريبي وكنت هنا قبل ثماني سنوات من لقائنا عملت على تطوير رسائل mRNA وأنا فخورة أيضا بأنني أستطيع تكوين الحمض النووي الريبوزي وقد كان دروح مهتما للغاية باللقاحات وهكذا بدأ تعاوننا لقد عملنا جنبا إلى جنب طوال ذلك الوقت لأننا لم نتمكن من الحصول على التمويل لم نتمكن من جعل الناس يهتمون بالحمض النووي الريبوزي فشلت التجارب السريرية وتخلى عن الجميع تقريبا لكن كاتي أشعلت المباراة لقد عملنا معا واكتشفنا كيفية استخدامه وكيفية جعل اللقاح يعمل بشكل جيد جائزة نوبل للطب التي تمثل أول استحقاق ضمن سلسلتين من الجوائز المرموقة هي بداية أسبوع مخصص للتميز العلمي والإنسانية وسيليها في الأيام المقبلة الإعلان عن جوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام وأخيرا جائزة نوبل في الاقتصاد الاثنين المقبلة ترجمة نانسي قنقر